موسيقى موسيقى حيثنا موسيقى حبت نعطيكم التحضير السورة اعطينا موسيقى بقدرة رب تنجح وزادة حبت نعطيكم الطريق الماغنوم كيك وشكال مثلجات ومش هكاكا واكا حبيت انواريكم الكادو اللي حذرت الراجلي حويجة بسيتا واشنية الفكرة اللي جيتني كيما تعفوا توعيد الحب هيكية قريب تنجموا تستفدوا منو تحذرها يعني الخطيبك ولا الراجلك ولا الصاحبك وإلا أي حد أعزيز عليك يلا تو تبعوني للأخر باش نواريكم طريقة التحذير أول حاجة بسم الله باش نواريكم طريقة التحذير الجنواز الجنواز هيبية اللي أسهل منها مفميش وبثلاثة مكونات أكاهاو ديكم جنواز ناجحة كما تراو ماشاء الله حاجة سهلة مهلة وبقدرة ربي تنجح معاكم من أول مرة باش نواريكم زوزة طرق إمتع الجنواز الجنواز البيضة العادية والجنواز اللي بالكاكاو حسيلوا جربها وتفكروني بقدرة ربي من أول مرة تنجح معاكم خطرها سهلة مهلة مفايا حتى شي حذرت بها ديجا القطوم تعد ميلاد بنتي وزيدا أعملت بها المجنوم كيك يلا توها باش نواريكم طريقة التحذير أول حاجة باسم الله في صحفة حتيت كمية العظام اللي هما خمسة عظمات متوسطي الحجم ويكونوا على درشة حرارة الغرفة حاجة مهما طلعوهم قبل وقت من الفرجيداء كما لذفت عليهم واحدة ساشيا فانيليا وحتيت قرصان تعملح توبش ناخو الباتور لازم حاجة ضرورية في الجنواز نستعملوا المضرب الكهربائي مش نبدأ نطلع أكل عظام متاعي شوية هكاكا حكاية تدقيقة نخدمه هكاية بالباتور وسرعة الباتور طو ما تكونش عالية برشا يعني تكون متوسطة وطو بش نبدأ نضيف كمية السكر اللي هما خمسة مغارف اكبار متاع السكر حبيت انواريكم بالضبط هكاية كل شي على عينيكم خذت مغارفة كبيرة وكيلت بها خمسة مغارف اكبار يعني قد كمية العظام خمسة عظمات أعليهم خمسة مغارف اكبار متاع السكر وتو نبقى نركض في العظام والسكر امليح مليح مليح على أعلى سرعة متاع الباتور لين يعني نتحصلوا على قوام كريمي ويكون أبيض اللون وشد روحوها بش ماريكم بعد التكستير متاعو كيفاش لازم يكون هابية دجا البرحلة المهمة في الجنواز بش تجيكم جنواز ناجحة 100% يلزمكم تتحصلوا على تكستير كما تراو كما هيكا بالضبط يازم يكون قوامها كريمي تقدو أقل حاجة تركضوا فيها عشرة تقايق ويازم يكون أبيض اللون يعني تتحصلوا على جنواز أبيض بالطريقة هابية نحيت الباتور استغنيت عليه معتش بش نستعمله وبش نبدأ انضيف كمية الفارينة كما تراو حاجة مهمة نغرب للفارينة بش نحط كيف كيف زادة بنفس المغرفة اللي كيلت بها السكر بش نكيل بها الفارينة كما تراو هكاية 5 مغارف كبار بش نغرب لهم حاجة مهمة هكاية بش ما يبقى نش فيها كعابر ولا حاجة بش متفزدنش الجنواز متاعنا وفي الأخر كملت حطيت نصف مغرفة صغيرة متاع خميرة مرتبات وطو بش نبدأ اندخل المكونات كل في بعضهم بش ندخلها بسباتويل كان ما عندكمش سباتويل تنجم تستعملوا مغرفة بتعلوح ولا حاجة ونبدأو اندخلوا في الفارينة بالطريقة هابي كما قاعدين تراو ملفوق لوتا لين يعني نتحصلوا على خليط متماسك بقدرة ربي راهو كان طلعتوا العظام والسكر بالباهي بالباهي من لو الخليط متاعكم بيض وكما تراو هذا يذي جاء القاوام المطلوب بعد ما الخليط متاعي كما تخلطتو حذرت البلاتو متاعي بلاتو متاع الفور الكوبر متاعو 30 على 40 تستعملوا بلاتو الفور متاعكم العادي من المستحسن تستعملوا بابي يكويسون حاجة ضرورية يعني تستعملوا بابي يكويسون بش الجنواز متلسقوا لكمش في البلاتو ونصب الخليط متاعي ونحلو على كوبرت باقي كما تراو هكاية وفي نفس الوقت ديجا نكون سخنت الفور متاعي على درجة حرارة 180 وبش ندخلها تيب بين عشرة ووحداش ندقيقة هكاية ماكسيموم تردوا بالكم متخفلوش عليها على خاطر الجنواز هذية في سافيسات تيب يعني منبا كما قلت لكم عشرة دقايق وبعد اتخرجها من الفور في نفس الوقت ديجا كما تراو حتى الصحفة مخسلت هايش يعني بش نعمل نفس الطريقة نفس نفس يعني الجنواز بش نعاودها اما المرة هذي بش نعمل جنواز بالكاكاو بعد منطلع العظام والسكر بالباهي بالباهي كما تراو بالطريقة هذي عاود طلعتما يعني عاودت خدمت بنفس الطريقة اللي خدمت به المرة اللولة طو بش نضيف كمية الفيرينا اللي هما ثلاثة مغارف اكبار متاع فيرينا بش نضيف عليهم زوز مغارف اكبار متاع كاكاو يعني ما حتيتش اه خمسة مغارف فيرينا على خاطر عاودت يعني زوز مغارف بالكاكاو هيك كاكا بش تجينا جنواز يعني كما نقولو جنواز متاع شوكولاتا وكيف كيف زادا ضيفت عليهم مغارفة صغيرة متاع خمير التم ورطابات وكما العادة يعني كما وردت كل مرة اللولة اندخله بالطريقة هابي بسباتيل من الفوق اللوطة لين يعني نتحصلو كما العادة على خليط متمازج ويكون هكا كل شي يدخل في بعضو وكيف كيف هذايا ديجا الخليط متاعي بعد ما حذرتو ديجا زادا نكون محذرة البلاتو متاعي زادا كيف كيف نفس الكوبر متاع البلاتو لولاني حتي تعليه بوبية كويسون وباش نصب الخليط متاعي في نفس الوقت ديجا في الوقت هذايا اني خرجت الجنواز الاخرى عبش نواري هاي لكم يعني طابت في فيسا فيسا خاطر هي كما قلت لكم عشرة دقايق متقعدش يعني في الفور اللي طان اللي حضرت الجنواز هذي يعني ايدو في دخو خرجت الجنواز الاخرى وتو بش ندخل اتبيق هذا كهودي كما تراو معناه حواجه سهلة ماهلة تبعوا الاسجيوس اللي قدركم عليهم الكل بقدرة ربي تجيكم جنواز ناجحة 100% وتجيكم تهبل هذي الجنواز لولا بعد ما حذرت كما تراوه ماشاء الله هيك الجنواز تغفلت عليه شوية من الفوق كما تراو هيك تبدل لونها اما كمام يعني الحمدول لنسما لقفتها وماللوطها متحلقت ليش والكل جهات يعني طايبة في حقها تعمل 66 كيف طو بش نخليها تبرد خليتها بالضبط خمسة دقايق وبش نحاها ملا من البابييك ويصام تاحن سيساها بشوي بشوي بش ما تقطع ناش على خاطر هي تبدأ فرجي لشوية والكل ونحاها كيما تراو هيكي نحيولها اكل ورقم تاحها هذكا ونخليها على جنبل تحذر الجنواز الاخرى كيما تراو ماشاء الله كيفاش سوبل على الاخر حصيلو طرية تعمل 66 كيف جنواز هذيه ناشحة 100% جرباها وتفكروني وعلى ضمانتي وهي بيه زيدا الجنواز امتاع الكاكاو بعد ما حضرت زيدا كيف 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 ما تراو ماشاء الله طابت بالباهي بالضبط بالضبط خليتها تسعة دقايق هذيه خاطر الفور يعني اسخن شوية سخون يعني خاطر طيابة فيه الجنواز لولانية كيما قلت لكم ردوا بالكم تخفلوا عليها راهي في سعة في سعة تيب فرجي لعالاخر ما تبقاش برشة في الفور كيف 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 زيدا خليتها بردت شوية ونحيتها من البابية كويسان متاحا نخليهم يبردوا مليح مليح وبعد ما بردوا بعد ربيع ساعة هيكا باش نقصهم اخذيت يعني السيرك الهابية القطر امتاحها في 11 سنتيمتر مش نخدم بيهم القاتو متاعي ما حبيتش نوريكم كيفاش خدمتها القاتو على خاطر ديجا اسبق ووريتكم الريسات يعني متاع الكريمة كريمة الزبدة وكل ديجا تلقاوها تنحط لكم فيه صندوق الوصف فيديو اخر فيه يعني كريمة الزبدة اللي خدمت بها والكل جيست حبيت نعطيكم المرة هاذي جنواز تكون ناشحة 100% وفي نفس الوقت زادا الديشي اللي في ظل هاذاكا بينسير يعني باش نستغلو و باش نخدم به المقنوم كيك ديجا هو المقنوم كيك في الباتسيري وفي المحلات والكل يخدموه بالطريقة هاذية يعني يستعملو لديشي يعني متاع للجنواز ويخدمو بيهم المقنوم كيك سينا زادا يخدمو بيهم لسيجار والحاجات هذوكم يعني اللي قطو يعني لي ميني قطو كما نقولو هوني اخذيت هذوكم ديجا الفواضة للكل امتاع الجنواز وفركتهم بالطريقة هبية يعني كما ترى بطريقة عشوائية هيكاية قصيتهم قطاع صغيرات وحطيتهم في صحفة وهو بش نواريكم توقيفش نخدم المقنون كيك وصدقوني يجيكم بنين بنيني هب بالدجاء الصغار شيخوا عليه حبوها على الأخر كما تعرفوا صغاري شيخوا على الحاجات هيكاية كما الجلاس والكل هونيا بعد ما شكلت بعد ما قصيت يعني الجنواز هيكاية قطاع صغيرات اضفت عليهم 100 جرام متاع بثريوة مهاروشة سينوات نجموا تستعملوا لوز سينوات نجموا تستغنية وزيد عليه كما انتم تحبوا لكم الاختيار هونيا حطيت زوز مغارف اكبر متاع شوكولاتة اه ترتيني شوكولاتة الدهن هيكا متاع الصغار سينوات زادات نجموا تحطوا باكوت طابع شوكولاتة يعني اذوبوه وتحطوه باش نبدأ اللم الخليط متاعي لكل بشوية حليب حطيت كاس متاع قهوة حليب وباش اللم به يعني الخليط الكل كما تراو هكاية لان تحصلوا على يعني عجينة تكون متماسكة وما تلسقش في الليد بالطريقة هاذية يعني اردوا بالكم الحليب عينكم ويزانكم حطوا بشوية لان تتلم العجينة متاعكم وطاو هونيا خذت المول هاذاية متاع الماغنوم كيك متاع المثلجات يعني والكل وباش نبدأ انشكل الكعبات متاعي كان ما عندكم مش كيفي القالب هاذاية تنجموا تعملو كعابر يعني تنجموا تعملو في شكل كعابر اعلاش لا يعني ايجيكم كعبات بوب كيك يعني ولي اسمه بوب كيك معاتش ماغنوم كيك سينو هونيا خذت يعني كما تراو العجينة حطيتهم الكيب شوية بشوية وصعت بالي وكل كعبة يعني حذرتها ودجاه هو المولة ذاكا يعني في هكا الوين نحط العواد والكل وحذرت الكعبات متاعي الكل بنفس الطريقة وكيما قاعد ينتشوفو وهاذو ما الكعبات متاعي الكل بعد ما كملت حذرتهم كملت حطيتهم الى عواد متاحهم طو باش ندخلهم للكونجيلاتور باش نخليهم اقل حاجة اربعة سوية يعني الحقيقة حذرت مقبل بنهار يعني خليتهم للكاملة في الكنجيلاتور ومنو غدوة باش نحضر لهم القلاساج البراني بتاعهم مش نذوب لهم الشوكولاتة ودجاه باش نوريكم كل شيء بيان دي تاييه كيفاش يعني خدمتهم الكل وصدقوني سهل على الاخر يعني اي شوكولاتة تنجم تستعمليها نفهمش شوكولاتة سبيسيال والكل سينو هونيا حبيت انواريكم شوية لاتباقات لي حذرتهم يعني بشكل بوب كيك كعابر كالعواد يعني البوب كيك يتخدمو باللي باي هذوكو متاع العصير والكل ميتخدموش بالعواد هذوما سينوار حبيت نعطيكم فكرة كيفاش نجمو تخدموهم بشكل كعابر هذو ما هوما دي جاء المكنوم كيك كما تراو حاجة سهلة مهلة ما فيها حتى شيء يعني تجيكم حاجة بنينة 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 على الاخر كما قطركم يفرحوا بها الصغار خاصة ان هيك في عياد الميلاد متاع صغيرات وكل اشيخوا عليهم حاجة تعمل الكيف و هونيا تاو بش نتعدى نحضر الجلاساج اللي بش نزين به المكنوم كيك من البرة اخذيت هونيا الشوكولاتة العادية اي نوع متوفر عندكم في الدار كما تراو هونيا اخذيت الشوكولاتة الميلك هذية اخذيت لفها باكويت يعني 300 جرام سيناو بقالي يعني تنجموا تستعملوا حتى زوزو باكويت بارك اي نوع متوفر مش لازم ميلك هكاية والكل سيناو حبيت يعني انقل لكم يعني اي شوكولاتة تنجموا تستعملها من المستحسن تستعملوا كيما عملت ايني شوكولاتة بالحليب متستعملوش شوكولاتة فوندون خاطرة تبدا قوية برشا والكل حاتيتها في بامارين وذوبتها كما هكاية من غير حتى اضافات من زيتها حتى شيء الحليب لشي جيست هيكا في اللخر باش نزيدها مغرفها كبيرة امتاع زيت نباتي هيكا بشي بدا فيها اللقا واكاها والاكثر والاقل ذوبت معلقة بامارين كيما تراو هيكاية وبعد خراشت كعبات المجنوم كيك متاعي من الكونجيلاتور كيما تراو ديجا يعني كونجيلة يعني وليو مثلجين يعني في شكل مثلجات والكل نحيتهم من القالب متاحهم والشوكولاتة متاعي ديجا خليتها دريج هيكا بردت شوية بديش سخونة برشا وبش نبدأ نحذر الكابت المتاعي كيما تراو هيكاية ناخذوا كل كعبة نغطسها مليح مليح في الشوكولاتة نحن نحسها يعني انها تعبات هيكاية ومعاتش فما فراغات والكل سيبون ديجا راي تشيح بالوقت شوكولاتة هيفية تشيح يعني معنايا متستحقوش بش تدخلها مرة أخرى للفريجيدير ولا حاجة على خاطر كيما قلت لكم ما زدت لها حتى شاي لحليب لا شيء هذا كالسر بش تشيح لكم هاو بش تشوفوا ديجا يعني ماذا بيكم كامش تزينوهم من الفوق ولا حاجة فيسع فيسع زينوهم هكاية خاطر ديجا الشوكولاتة تشيح بالوقت فما كعبت ديجا شحولي عاودت كابلتهم شوية باش نجمتها انزيانهم وزينو باللي تحبوا تشتهوا يعني واي حاجة اي حلوة متوفر عندكم في الدار تنجموا تخليوهم سامبل تنجموا تزداء الذوب وشوكولاتة بيضة وتعملوا فيهم هكاية خطوط امتا شوكولاتة بيضة لكم الاختيار وهاذو ما ديجا كعبت المقنوم كاي كمتاي كيما تراوه ماشالله حوجة سهلة مهلة وبنين وبنين عالخر كيما عبارة تاكلوا في القطو يعني حاجة سهلة وسريعة وزيد شيخوا عليهم الصغار عالخر وهي بيه القطو اللي عملتها عملتها في تيم بتاعها ميني ماوس كيما اللبسة اللي شيرتها البنوتي والكل كيما تراوه هيكي حاجة سامبل فيسع فيسع أخدمتها ديجا بالجنوازي اللي سبق وحضرتها معاكم جيست ما حابتش نتاول عليكم الفيديو أكثر والكل ما صورتش يعني كريمة الزبدة وما صورتش الغناج سينو كيما قلت لكم بيش نخلي لكم في صندوق الوصف باقي الفيديوهات اللي سبق وحضرتها معاكم فيهم ديجا لوريسات الكل متاع كريمة الزبدة وفيهم زيدة برشة انواع أخرين متاع كريم ومتاع جناج والكل تفرجوا كين تحبوا يعني تاخذوا فكرة هيكي كيفاش نجموا تخدموا قطو متاع انيفرسير وتعو اخر حاجة باش نتعدى انواريكم الكادو اللي حظرت الراجلي هونيا كيما ترعو اخذت الخفافة هابيا اللي يحطوا عليها القطو متاع ايد الميلاد تلقواها نسبة نس اللي تعيش في تونس تلقواها في المحلات اللي بيعوا مستلزمات الحلويات سينو هوني الناس اللي تعيش في تاليا موجودة في اللي تشينيزي لكل يعني وفي برشة محلات يعني تنجمت القطو متاع ايد الميلاد قصيتها وصعت بالي ما حابتش نطول عليك من الفيديو ونواريك مكفيش قصيتها والكل ورسمت شكل متاع قلب بستيلو وقصيتها بسكينة والكل دجاه هي سهلة خفاف في سعية قص واخذيت هنية هونية سكوتش هذية اللي دوب الفاس يعني يلسق من القدام ومن تالي واخذيت هيك شوكولاتة جيت على بالي شوكولاتة هيك كيندر تبدأ مزيانة والكل وباش لصق الكعبات الكل كما تراوا بالطريقة هابي كعبة بجنب الاخرى لننكمل اجنب الكل وانتوما بينسير بفهمة برشا انواع متاع شوكولاتة انواع اخرى وكل تنجم تستعملها هيك جوزت حبيت نعطيكم فكرة تنجمو يعني اتحذرها جاي توعيد الحب سيناء عيد ميلاد دراج لك تحتعملو حاجة مزيانة هيك فازيت مزيانين وإلا يعني اعلى شلال امك ولا عبد عزيز عليك لصاحبتك فكرة هيك نجم نعطيها لكم انفيدكم بها حاجة ياسر مزيانة ونكمل هكاكا انحذر اجنب الاخر زاداء بنفس الطريقة بالنسبة لسكوتش هادا يسهل لكم عاللخر اللي دبل فاس يعني من الجهتين يلسق مل قدام وملتالي تلقاوه زاداء بارتو يعني وخاصة تلقاوه سكوتش هادا في الكون كيري بعد ما كملت لسقت الكعبات الكل شوفوا ماشالا منظروا دجا مزيان على اللخر في اللحم الكل كيندر يعطي لون مزيان على خاطة دجا لونه مزيان ولكل سيناء هونيا عندي بوكو دو فلور في اللحمر قصيت منه وردة ولكل ولسقتها في الخفاف هذكا دجا سهل الخفاف تلسق فيه اي حاجة ولكل وهونيا اخذت كعبات فرير وروشي وكعبات رفاييل وحسيلوا الشوكولاتة اللي تحبوا عليها يعني مش بالضرورة للشوكولاتة هافية نجموا تستعملوا اي نوع متوفر وكما قلت لكم تحبوا تفرحوا العزيز عليكم هيكا حاجة ياسر مزيانة وخاصة الفكرة هافية تساعد برشا المخطوبين جدد هيكا وتحب تفرح خطيبها وتعملوا هيكا حاجة ياسر مزيانة وحاجة هيكا تنجم زادا سيناء في بلاست الوردة هافيكا تحب تهدي كدو الخطيبك والراجلك والأمك والأختي كما قلت لكم اللي تحب انتي يعني مشنوها اللي في مخوك تنحي الوردة هافيكا وتحط في بلاستها كدو هيكا دابوسا برفان وإلا منغالا وإلا ما نعنش حاجة هيكا يعني نعطيكم الفكرة وانتو ما بينسير كل واحده فكرته وكل حد البيجيم داعه وكل القدير وقدره بينسير وأكيد ما كانش هذا يكا هاول كدو أكيد دا خذت له حاجة أخرى كل عام هيكا تجيني فكرة عمناي ولا نتفكر وقت اخذت له منغالا اسني حبيت هيكا ناخذ له دبشات مزيانين على ذوقي أكيد أني دجاع راجلي نشري له أني دبشو يلبس على ذوقي والكل سينو اخفتهم لأونلاين يعني جاوني دجاع عندو منهارين جاوني قريت حسابي بشي جيوني قد قدوا هما وعد ميلادو يعني والكل حاصيلوا جاوني قطعات يعملوا لكيف شخ تعليم على الاخر و دجاع عجبوه وعجبوه برشا خطيتوا 3 مراول ولبس هكا سبور وكل حاجة يسلمي زيانة حاطيتهم له كدو وكهو حاجة رمزية اكيد راجلي يعني تنجم حتى ما تهديله حتى شي بابينتكم مش أما به هيكا تفرحوا كيما هو يفرحني حبيت انفرحوا وكهو هذي دجاع كان فيديو متاع اليوم شاء الله يارب بيكون اعجبكم بيانسير كان اعجبكم الفيديو متانسيوش اتشجعوني بارش هجاميت وطو مبقلي كان قولكم بسليما شاء الله يارب بيكون استفدتوا من الفيديو وصدتكم شوية طاقة ايجابية وكيما العادة والعويت اللي جربت لوريسات متاعي نستاني لوريوتر متاعكم على الباش انستغرام اشتركوا في القناة